إيه بقى أنا وعيد الأنشطة اللي ممكن تحسس الواحد بالحاجات دي؟ هقولك إحنا عندنا أنشطة مختلفة بنعمل نادي كتاب نادي الكتاب ده الكتاب اللي فيه كلهم بعد الستين وكتير منهم كتبوا كتب بعد الستين والفكرة كلها هي أن احنا بنحاول نشجعهم أنهم يتناقشوا مع ناس مختلفة من عمرهم وأصغر وأكبر في الكتب بتاعتهم بنعمل كمان زيارات لدور المسنين زيارات لدور المسنين دول أنا دلوقتي بشتغل مع كبار السن بس كبار السن دول فيه ناس في بيتها وفيه ناس في دور المسنين فأحنا لازم نهتم بالتنين وبالتالي المتطوعين اللي معنا بنعمل كتير يعني كتير من الأنشطة التطوعية والمتطوعين اللي بيبقوا معنا من كبار السن بالإضافة إلى طلبة مدارس بالإضافة إلى طلبة جامعات وموظفين من الشركات أنهم يزوروا دور المسنين معنا بحيث أن احنا ننشر ثقافة التطوع حاجة تانية برضو في ناس كتير قوي من أهالينا هتلاقيهم كلهم بيعملوا حاجات بأيديهم حلوة قوي اللي بتطبخ، اللي بيرسم، اللي بتخيط زي ما بتقولي اللي بيعمل طول عمرها مثلا كروشي وتريكو حلوة قوي بس خلاص قدت هدايا للعيلة كلها يعني كل الناس عندها أكتر من بولوفر فطب يلا نعرض لك الحاجات دي وتوريها لناس تانية مختلفة عندنا كمان كرال الكرال فيه ناس ستينية، سبعينات، تمانينات من الرجال ومن السيدات بيغنوا، عندنا كمان أنشطة مختلفة أنه هو مع دكاترة لقاءات صحة، لقاءات الصحة دي قد إيه؟ إحنا هدفنا أنها اسمها لقاء الصحة لقاء الصحة يعني إزاي أبقى بصحة جيد فحتى لو أنا عندي عرض أو مرض معين صعب طب إزاي إن أنا أقدر أتعامل مع هذا المرض وزاي وليدي كمان أو اللي بيخلوا بالهم مني يقدروا يتعاملوا مع هذا المرض فبنعمل لقاءات أونلاين وعلى الحقيقة مع الدكاترة على مواضيع مختلفة قوي يعني الزهايمر، الدمانشيا، الجلطات إزاي يتعامل مع الاكتئاب، إزاي يتعامل مع فترة ما بعد المعاش إزاي إن أنا وأنا بخلي بالي من حد أخلي بالي من صحيتي كمان النفسية فدي كلها حاجات من الأنشطة اللي إحنا بنعملها عندنا كمان رالي، رالي ماشي رالي ماشي اسمه الحركة باركة الحركة باركة ده أول رالي ماشي اللي كبار السن في الشرق الأوسط فكرته هي إيه؟ فكرته هي إن الحركة باركة إحنا لما بنتحرك قدراتنا الزهنية بتتحسن قدراتنا العقلية، قدراتنا النفسية، جسمانية كل الناس بتلاقيها بتشتكي من ركبها والدهرانة مع كبر السن لو أنا بتماشى عشرين دقيقة حالتي الصحية هتتحسن فدي النشاط مش لازم نبص له إن أنا لازم ألبس لبس معين عشان أتماشى لا ده أنا ممكن بلبسي العادي ده ألبس بس جازمة مريحة ومنزل أتماشى أشد جاري وأنا نزلة أو جارتي وأنا نزلة أشد أحفادي، ولادي، أي حد من المحيط معين ماشى معين ده بيكون مقبود إمتى ولا ليه موعيد معينة؟ مين بينفع يشارك فيه؟ بيتعامل فين؟ عايز أعرف كلها عندنا رالي الماشي بتاعنا في الميريلاند إن شاء الله يوم 11.05، هيبقى يوم السبت 11.05 التسجيل الساعة 9 الصفح ويوم مستمر لغاية 4 بعد الظهر وهيبقى برعاية وزارة التضامن الاجتماعي بإذن الله ويحن فخرين جدا 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 إن إحنا جتلنا الرعاية بتاع وزارة التضامن وهيبقى يوم للعيلة كلها يعني كبار السن يمشوا، إحنا معنا ناس لغاية 106 سنة بيبقوا مشتركين معنا ومنها إن هم يتحركوا ويقضوا يوم في الجنينة طبعا ففكرة إن إحنا ومقضين يوم بنتعرف على بعض بنكبر دايرتنا الاجتماعية لأن إحنا كلنا طبعا كل ما بنكبر دايرتنا الاجتماعية بتصغر فإحنا بنحاول نخلق فرص إن الكبار دايرتهم الاجتماعية تجبر مش تصغر بناء على بالأنشطة المختلفة اللي هم بيشتغلوا عليه